نزبط اللي خلفها مجموعة من البطولات يعني انت ايه يعني انت ضربت ست خمس ست عصفير بحجر واحد يعني ودي نادرا يعني قلال جدا اللي ببتاع الصريحة وربنا يكريمة كيجي بعدها كمان بعدة ايام بطولة تانية بتلعب بنصف نهاية كاس مصر وتتجاوزوا ونهاية كاس مصر وبطولة فبتجمع بطولات يعني ما اعظم ايام البطولات ما اعظم الانتصارات جمهور الاهلي بيعيش نشوى يمكن بقالوا سنين سنين كبيرة جدا مع شاش يمكن من اخر مرة الاهلي كان جامع فيها بين هذه السلسية في 2005-2006-2007 بعد كده من 14 سنة لم يرى جمهور الاهلي هذه الفرحة رغم انه حصل على بطولات طبعا كتير جدا في الطريق يعني لكن انك تجمع هذا وان شاء الله لسه عندك انك تعمل مجد اعظم وتجمع خمسية زي ما بايرن ميونخ عمل خمسية دي في السيزن اللي فات واخد الدور الالماني ودورة ابطال اوروبا وكاس المانيا والسوبر المحلي والسواروبي وكاس العالم الانديين وفيه كده فعشان كده حتى يمكن مختار اتحاد الدولة للتاريخ والاحصاء مدربه احسن مدرب في العالم ومتفوق على يورجين كلوب 40 نقطة يعني طبعا عمل انجاز عظيم يعني فالاهلي اعتقد انه ماشي في هذا الانجاز ماشي في هذا الطريق المهم انه ننتظر ان شاء الله البطولتين الجايين مبروك لنادي الاهلي مبروك لجمهوره يعني بس مش عاديين الفرحة دي تاخد النادي الاهلي من اللي جايله بقى للناس بقى خلاص دايما كان مستر مانوي جيزي يقول لك حققت البطولة اصبحت ماضي تاريخ فحنطلق بقى فكر في اللي جاي الاهلي محتاج يركز اكتر محتاج تدعمات طبعا عمل التدعمات لكن محتاجين نشوف ده وعلاج كل النواحي القصور اختاري كانت موجودة في الفرحة